أحلى حاجة في التقرير ده إن أنا وجدت أعمار مختلفة فاهمين المثل وحاسين بأثره في حياتنا ومبسوطينه هم بيقولوه وده معناه إن دوت من كنوز المجتمع المصري اللي غرسوها في قلوبهم بأختام من النور فيه كلام كده مختوم بالنور زي ما في المثل ده إن رب هنا رب هناك صحيح نمر علينا في الفترات السابقة إن فيه ناس بتشوف إن فيه أرض إن فيه بلاد الله وفيه بلاد غير الله لا هو رب هنا رب هناك ويجي المعنى هنا إن رب هنا رب هناك ليه تلات معاني رب هنا رب هناك ده ممكن يكون المصريين ملتفتين جدا جدا لفكرة تتعلق بإن إحنا قرية واحدة من زمان وهم فاهمين كده إن رب هنا رب هناك إحنا بنعيش في قرية واحدة والمعنى التاني إن رزقك هيوصلك في أي مكان والمعنى التالت إن على فكرة لو أنت هربان من دي الرزق هنا كمان ممكن تلاقي دي الرزق هناك فهو عايز يقول له إيه ارضى بما قسم الله لك معاني متدخلة جدا جدا في هذه الحكمة لا تدل إلا على واحد ربنا سبحانه وتعالى ألهمه ووفقه إنه يعيش بأنوار المعية الإلهية أنوار المعية الإلهية اللي في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم لخص يسيدي لخص أيها العبقاري المصري المنور كل الأنوار اللي في الحكم الربانية وفي أحاديث رسول الله عليه وسلم وهو معكم أينما كنتم والله سبحانه وتعالى يقول وأن الله مع المؤمنين يعني إيه وهو معكم أينما كنتم فالمصريين كان المعنى ده ظاهر عندهم جدا وخاصة لما انضملهم كمان أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلم سيدنا أبو بكر إحنا لسه أيلين المصريين هم بيقولوا ربي هنا ربي هناك عايزين يقولوا إيه إحنا في أمان الله وهو سيدنا أبو بكر حضرة النبي بيقولوا في حادثة الهجرة الأقصى خطر على الباب خطر الموت وخطر الموت من أعداء بيتمنوا أن هم يتخلصوا من الدعوة ويتخلصوا من أعظم هدية من رب العالمين من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا وكأن الشيء اللي بيبعد عننا الحزن واللي بيبعد عننا الضيق وإن الله سبحانه وتعالى يكون معنا فكأنه بيقول له إن الباقي معك وما ودعك دي الحكمة اللي أنا بحبها ويمكن الحكمة دي جرت على قلبي لأن أنا مصري وفاهم إن رب هنا رب هناك فقدرت أقول الباقي معك ما ودعك يبقى المصريين فاهمين كمان إن دعاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بيدعيه وهو بيسافر دايما وهو غريب أوي إيه ليه المصريين ربتين رب هنا رب هناك دايما بالسفر عشان في بطنها هذه الحكمة النبوية الشريفة بالنور والكمال لفهم الحكمة لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوا بيقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والخليفة في الأهل والمال فعرفوا إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم ماذا بيعلمهم استحضار المعي الأربانية في كل حال يبقى عرفوا إن ربنا مش بيتخلى عنه أبدا ربنا مددنا ربنا سندنا ربنا معانا في كل وقت وأنهما مهما بتاعدونا على الأرض اللي بيحبوها لسه هما في حضرة مولاهم وفي حمام مولاهم سبحانه وتعالى وعشان كده يمكن الإنسان بهذه الطريقة يقدر حتى في العبادة وهو بيعبد الله سبحانه وتعالى ممكن يصل إلى درجة الإحسان لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سيدنا جبريل سألوا من جملة ما سألوا سألوا عن الإحسان في حديث أم السنة وإحنا تكلمنا بالتفصيل عن حديث أم السنة قبل كده فسألوا قال له وما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك يعني إيه إذا كنت إنت مش قادر ترى جمال وأنوار الله سبحانه وتعالى تحقق بأن الله يراك ستراه يراك إمتى في كل وقت وعشان كده أحد العباد وأحد الصالحين ابن أخته قال له أقول لي حاجة تخليني دائما قلبي موصول بالله قال له ثلاث كلمات الله معي الله يراني الله يسمعني الله معي الله يراني الله يسمعني وعشان كده يبقى كل رزق مكتوب ومقدر مهما تروح في أي مكان ومهما تروح في أي حد وكأن دايما أنا أقول لي أحبابي بقولهم كده إن الأرزاق تجري فقط ليست بالأقدار على العباد ولكن تجري بمراد الله سبحانه وتعالى على العباد فرزق بيلحقك مش هتقدر تفر من رزقك حتى لو إنك أنت شوف الأوقات اللي إحنا فيها بنكون عندنا كآبة أو عندنا ضيقة أو عندنا قبض ومش عايزين وأرزاقنا تجري ونبص نلاقي إن أرزاقنا ومن جملة أرزاقنا إيه إن ربنا يشرح صدرنا إحنا عندنا مشكلة دلوقتي حصلت باين قوي في مجتمعنا بسبب سبعين سنة أو تدين كمي عمل فينا مشكلة إيه المشكلة؟ المشكلة دايما كان بيحسسنا إن إحنا مش عنايش السعادة بس غير لما نعوش في مجموعة ضيقة كده شبهنا لكن وكأني عشان أبقى عايش سعيد وموصول بالله أكون في المجتمع المغلق بتاعي ده وقاعدوا يكلمون على الصحبة طول الوقت يحيشون إن إنسان ما عنده الصحبة مش هيقدر يعيش مع ربنا لكن هو لو عايش وسط ناس مختلفين عنه يخليه هو الأمة ولو كان وحده إيه اللغبطة دي؟ إنت من إيه بتقول لي إن إنت لازم تبحث عن الصحبة؟ قال له لا ما الصحبة دي تبقى صحبة شبهي أنا ما تبقى الصحبة عادية شبهك إنت يعني إيه؟ الناس الطيبين ما تنفعش صحبة؟ لا قصد دولا مش متعلمين وعندهم مشاكل طب الناس المختلفين عنك المثقفين اللي بيحبوك وبيحبوا ربنا وبيقبلوا على الله لا مش هيبقوا زي أمان إنت عايز مين تبقى صحبتك؟ قال اللي شبهي آه يعني إنت عايز تبقى مجتمع مغلق وكأنك بتصير في نفس اتجاه نحن أبناء الله وأحباءه وإن إحنا بس وما اللي مع ربنا رب هنا رب هناك بيقولك إن كل الناس عبيد لله وتستطيع إن أنت تكون في صحبة مليئة بالأنوار إذا أنت بنيت الصحبة دي على قيم وإن اختلف الناس معاك